ثلاثة نصائح لتجنب المشكلات الأكثر شيوعا عند ارتداء المشدات كيف يمكنك تجنب المشكلات التي تواجه العديد من النساء عند ارتداء المشدات؟ سأقدم لك الإجابات التي تبحثين عنها مع هذه النصائح الثلاثة السهلة لن تعاني أبدا عند ارتداء المشدات وستحصلين على الإطلال الأنيقة التي تبحثين عنها مع الراحة التامة والثقة بالنفس النصيحة الأولى احصل على قياساتك قبل الشراء لمعرفة المقاس الصحيح للمشدات البرازيلية يجب عليك أولا أخذ قياساتك أمام المرآة باستخدام شريط قياس لن تستغرق هذه الخطوة أكثر من خمسة دقائق ويمكنك بعدها معرفة المقاس الأنسب لك لدينا مقطع فيديو يعلمك كيفية القيام بذلك سيظهر الرابط الخاص به هنا على الشاشة نأتي إلى النصيحة الثانية وهي تجنبي المشدات شديدة الضيق قد تعتقدين أنه كلما صغر مقاس مشدك كلما حصلت على قوام أنحف لكن الحقيقة هي أن الإفراط في شد الجسم يمكن أن يسبب عدم الراحة بل قد يؤدي إلى إطلاف المشد نفسي احرصي على أن لا تكون مشداتك ضيقة إلى درجة أن تخلق قتلا بارزة من الجلد تظهر من خلال ملابسك إذا كان هذا هو ما يحدث معك الآن فأنت بحاجة إلى مقاس أكبر النصيحة الثالثة استمعي إلى جسدك المشدات البرازلية هي قطع ملابس مصممة خصيصا لتنصيق وتنعيم القوام بشكل مريح ولا ينبغي أن تشعرك بعدم الارتياح لذلك من المهم أن تستمعي إلى ما يخبرك به جسدك عند ارتدائها فإذا كنت تشعرين بالألم أو الانزعاج ربما يكون مشدك ضيقة جدا أو ربما كنت ترتدينه لفترات أطول من اللازم الآن سبت تعرفين كيف تتجنبين المشكلات التي قد تواجهك عند ارتداء المشدات إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسي دعمنا بإعجاب والاشتراك في قناة مترو برازيل وتذكري تشغيل الإشعارات تحققي من مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بنا للحصول على مزيد من النصائح حول المنتجات البرازيلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر